الخروجة دي هتكلفك كم؟ بوجت فلاني ده بتاعك هو يعمل فيه بقى اللي هو عايزه أنا مليش دعوة هو حر المراهق ليه تعامل مختلف تماماً عن السن اللي بكلم حوليتك فيه بتاع المكتبة ومعرض الكتاب مراهق ده مدرسة تانية وتسلسل تاني لأن المراهق اللي عنده 16 سنة دلوقتي كإنه عنده 25 سنة صحيح خد معلومات كتيرة من السوشيال ميديا عنده وعي كبير فلازم ليعد يتكلم معي يبقى عنده نفس الوعي عشان ما يستهترش به ويقعد قدامك بيهز في راسه بس هو أصلاً مش سمعك هو أصلاً مش سمعك فليه طريقة توجيه معينة وليه اسلوب توجيه معين فالمراهق تعملي مع عين تعملي مع ديل ديل هنمشي على النظام ده هنمشي اللي مش هيمشي على النظام خلاص ما عاملك كراجل ما عاملك كبنوتة طيب الفلوس بتدهله دي قليلة احنا نازلين نتغدى وبعد كده مش عارفة نحن نلعب في المكان الفلاني بالأسعار الفلانية طب ما تسيجي نعمل أنا وانت ديل أحلى فهيقولك إيه إيه رأيك تتغدى بلما تنزل يبقى وفارت ونصف لوسك وهتخرج معهم تستمتع أكتر هي مشكلتنا في ولادنا دلوقتي من كتر ما احنا ربناهم إن الأساس الأكل بقهم يخرجوا ياكلوا يعني بدل ما يخرجوا يستمتعوا طبعا بدل ما يخرجوا يستمتعوا بمتحف حلو بمكان جميل يعني صعب دلوقتي تجيبي ولاد 17-18 يتري عليكي برج إيه اللي عليك عايزان يروحه أنا عايز روح الموري الفلاني في أكلة فلانية فقالوا عليها محتاجين إحنا بقى ككوبار نتعامل بنفس أسلوبهم ونعمل ريفيو للأماكن اللي عايزين ولادنا يروحوها بالجيل بتاعهم ترجمة نانسي قنقر